اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متانة العلاقات الممتدة جذورها عبر التاريخ لأكثر من مئتي عام والتي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة ونوها سموه بالمستويات المتقدمة التي وصلت اليها الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين البلدين الصديقين والتي تحرصه مملكة البحرين على مواصلة تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة بظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية والكومنويلث والتنمية بالمملكة المتحدة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للمملكة المتحدة اللافتا سموه لا حرص المملكة على مواصلة تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة وتطوير مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية ويعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك